مش عايز تعرف ايه الفيلم اللي ابكى الرئيس الراحل محمد انور السادات ودخلت ناديا لطف المستشفى بسببه واصيبت ايضا بوسي بنهيار عند عرض هذا الفيلم هستأذنك في لايك وشير وقدر مجهودي وسماعك الحكاية فيلم لا تبكي يا حبيب العمر فيلم رائع وادق عبقري من نور الشريف وفريد شاوي الفيلم ده لما عرض على نور الشريف كان اللي عرضوا عليه ناهد فريد شاوي باعتبرها المنتج المنفذ والمنتج كان فريد شاوي والحقيقة هي اعترضت على عرض الفيلم على نور الشريف باعتبار ان نجوميته في وقت الفيلم كانت طاغية وقدر صغير على نور الشريف فقالت لولدها ان نور اكيد هيرفض الفيلم ده عشان دوره صغير فيه فقال لها فريد شاوي ادهوله وانا عارف انه هيوافق عشان مشهد هو حدد فريد شاوي حدد ان نور الشريف هيوافق على الاشتراك ببطولة الفيلم عشان مشهد واحد في الفيلم وفعلا تاني يوم ما ارى السيناريو نور الشريف تصل بنهاية فريد شاوي قال لها انا وفقت على الاشتراك ببطولة الفيلم مع الفنان الكبير فريد شاوي لكن الحقيقة انه طلب اجر عالي نظير قيامه بالاشتراك في بطولة الفيلم فقالت له انا ارجع لوالدي وارد عليك بكر فريد شاوي اول ما سمع الرقم اللي طلبه نور الشريف قال لها ادهوله ادهوله لناهت قال لها ادهله اللي هو عايزه وجي المشهد الموعود اللي هو لحظة ان نور الشريف قايم في الفيلم ده بابن جراح كبير للمخ والاعصاب واكتشف اصابته بسرطان في المخ وبالمناسبة الفيلم ده بيحكي احداث حقيقية لطبيب توفى ابنه بعد اجراح جراح له والحقيقة بعد ما اده مشهد عبقاري جدا وكل اللي موجود في اللوكيشن سقف لهم فوج فريد شاوي ونور الشريف ان ناهت فريد شاوي طلبت منهم استكمال الفيلم ناقص مشهدين اتنين عشان الدكور يتهد وقالت كده قالت ليه الفنان الكبير فريد شاوي ناقص مشهدين نكملهم ولان الدكور خلاص احنا خلاص كده الفيلم يعتبر كل ما شاهده خلاص قال لها احنا مفناش اعصاب وامتلجين من المشهد اللي احنا عملنا وانا ادعو الجميع ان يشوف المشهد ده على اليوتيوب هو اربع دقايق وثلاثة وثلاثين ثانية في اداء عبقاري من نور الشريف وسيناريو محبوك جدا واخراج متميز جدا لأحمد يعني المهم بعد ما المشهد خلص فوجئ نور الشريف وهو بيحكي للمزيعة قال لها فوجئت لقيت ناهي الدخل علي الغرفة بتاعتي وقالت له شابو يا استاذ نور برافو عليك انا اعترضت في بداية الامر على المبلغ اللي حضرتك طلبته الاجر لكن انا عايز اقول لك تقديرا ليك ان انت تستاهل ثلاث اضعاف الاجر اللي انت طلبته رحمة الله على الفنان الكبير نور الشريف والملك فريد شاوي